موسيقى يبعد عندنا الاختة هنا بتشاركنا ببعض هموم ذوي الاحتياجات الخاصة عندنا في البحرين الأشياء اللي نحس لنا هي ناقصة وتحتاج دعم سواء نفسي أو معنوي حق ذوي الاحتياجات الخاصة وأهلهم والناس بعد لدار ما دارهم نحن بعد ما ننسى أهلهم والناس لدار ما دارهم أغلب المسؤولين حالياً يمكن أن نظر نظرة دوني للمعاطين بشكل عام حتى المجتمعات لا يوجد وعي ثقافي ولا صحي لذوي العوقات طبعاً أنا عندي أخذ ذوي عوقات وعافي عن شيء معايشة المعاطين بشكل جائع أهم القبول اللي ممكن تطلب تنطرح وتفيد المعاطين هي قضية فغير دولية تهدي لحقوق المعاطين طبعاً الملك صادق عليك بحرين تقريباً في ألفين وخامسة التفاقية الدولية تكفل للمعاطين في البحرين جميع حقوقهم غير أسبب البحرين وقعت الاتفاقية لكن التنفيذ الاتفاقية مموت يعني أبسط أمور موجودة في التفاقيات الدولية البنية التحتية يعني مثال أنا عندي طفل معه أروح من جمع ستي سانتر أدخلاً منتب كرام حمام الرجول أنا مقدار بنده أدخلاً أدخلاً حمام اللي سواء يرفقون الكثير أماكن الروحة ما عندهم حمام هابيعاً طيب المعاطين يروح لما تتكلمين المسؤولين بعضهم يقول لات أحد المسؤولين للأسف يعني حازت في نفسي الكلمة اللي يقولها خصوصاً الاحتياجات الخاصة اللي عندهم لعوات الدينية يقول لحنا شنصرف عليهم ليش هذا اللي ما يفيدون للدولة نقطة ثانية بزوارة الصحة تشخيص عندنا جداً ضعيف خصوصاً لعوات الدينية مثل التواحب وغيرها الأطراف الصناعية عندنا أحنا في البحر عندنا أكثر مسرعة ألف معهم لأ مركز الأطراف الصناعية وغيرها يعني نحن معدنا إعاقات بس جسدية ذهنية عندنا إعاقات هراثية يعني في بيوت عندها ثلاث أربع معاقين في بيت في موقع واحد معدومة عند المعاقين يعني وفروهم التكوسي اللي تتنقل المعاقين عندهم يعني بشكل سهل الشركات التكوسي ما تستقل المعاقل لأنهم مضطر يروح جوامع مضطر يروح من التتي سانتر يعني مثلا عندي بيوت تروح سبوعين سيتي سانتر تضايق من البيت 18 ينوان مستجفع روح أورادة من البداية إلى سيتي سانتر عشان القوية أرفع 18 نيار لماذا الدولة مستجفعها؟ لماذا؟ المجتمع بشكل عم خصوصا مؤهلين الأكوديميين أو القاربين اللي غادمون خدمات حق المعاقين يعني من أكبر الأمثلة اللي تصادف مثلا المرضى الصوم لما يروح الصوم عند مزاود عند عيول يشتغل عواج حرية كاملة لما يمرض يروح مستجلة سلمونية أو يطلب اسعاف ما فيهم أحد يتكلم ليش؟ كل الدولة المتقدمة مؤهلة على الأقل الطاقم الصحي أنه يتكلم مقصول طيب هذي من بيرد؟ يعني لازم يتصل حق أهله عشان أهليون وترجمون حق المريض طيب المريض حوال قطار أموت السبب جدا توفي أن الطاقم الطبي في السلمونية لا يعرف تكلم مقصول